طب انتو حبيبتوهم ازاي في القصة دي؟ يعني دي ولاد اهليهم بيصربوهم من التعليم ومشطرين في المدرسة والمدرسة بالنسبة لهم كئيبة وعايزين يمشوا منها ازاي وصلتوهم انه هم يبقوا جينيس للدرجات دي ويدخلوا مسابقات تكنولوجية ويتساعدوا ويسافروا كده؟ هي المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم كان انه انا عاوز يعني فيه امل يعني الاهل نسبة كبيرة من الاهل اللي معنا ما بيعرفوش يقلوا يكتبوا اصلا بس انا مش عايز ابني يبقى زاي فاعملوا اللي انتو عايزينه في الولاد بس يعني هو اهمية التعليم اصلا موجودة هم حابين ولادهم تكمل فاحنا بنلحقهم هو اصلا البنك الدولي يعني مشروع اللي انا بقوله ده بنك الدولي عرفوا بحاجة اسمها فقر التعلم اللي هو طالب في الابتدائي بس بيوصل لسن 18 سنين ما بيعرفش يقرأ ولا يفهم قطعة مناسبة لسن فالدول اللي احنا بنشتغل عليهم لان الحالة دي هتؤدي للتصرق وصلتوا لكم طفل معينا دلوقتي 170 170 طالب في المرحلة الابتدائية والاعدادية حببناهم في التعليم عن طريق اللي احنا حولنا التعليم مش بالشكل التقليدي لأ ده انت قدامك سمارت بورد بتشوف عنها قدامك تابلت ده عاملينه في السوق جميل جميل ويعني تجربة فيها بسيس قبل اتمنى انها تعمم في حتة هل انتوا بتفكروا تتعمموها في اكتر من بلد او او احنا لينا فرعين كافر الشيخ وبحيرة فان شاء الله من الترم الجاي يعني هنبقى موجودين في البحيرة جميل طيب ادي ده على مستوى الطلبة الصغيرين اولا انت بتجوزة وانتي وجوزك اتفقتوا مع بعض على الحتة دي يعني دايما انا اشوف بنات مثلا جوزة يقول لها عودي بقى في البيت وذاكر العيال ومش عارفة ايه يعني مش بيشجع قوي فكرة انه المدام تنطلق وتساعد ابناء الناس التانية طب ما ساعدين احنا واعودي معانا في البيت وكده انما انتوا الاتنين اتفقتوا على فكرة انكو تشتغلوا في العمل العام والعمل الميداني وكده وهنا بقى جات نقطة التحول اللي هو بدأنا اه احنا جمعية يعني احنا جمعية بس احنا عايزين الشغل يبقى مؤسسي فبدأنا بقى نتجه اللي احنا بدل ما نعتمد على المتطوعين لأ فيه ناس بقى هتيجي هتبقى ده شغلها فاحنا دايما في اخر الحلقة احنا اخر الخط وزميلنا بقى هما اللي بيعملوا فجاء الموضوع كده عشان يبقى كل حاجة ماشية خلصنا موضوع الاطفال الستات بقى انتو اصلا في بلد يعني وده بمناسبة تتحضر للاخضر انتو في بلد اسمها الجزيرة الخضرة اه دي قارية من الكرة اللي احنا بنشتغل عليها اللي بسي اي حد انا بقوله الموضوع ده باستغرف جدا يعني مصر اي حد هيجي في بالها او نقول مثلا من مصر خوس ومنتجات مخلفات نخيل كفر الشيخ مش ركبين دايما بيجي في بالنا الوادي الجديد اصوان النخيل ده يعني اه يعني حتة بعيد سينا اصوان سيوى اه اه بسي نخل والبلح ده سيوي فيه نخل بكميات في منطقة في قرية في كفر الشيخ كان فيه احصائية للفاو ان كفر الشيخ هي الرابع على مستوى مصر في زراعة النخل بس للأسف هي مش موجودة على الخريطة التراثية لمصر في منتجات المخلفات ليه بقى لان الناس في القرية دي هما من جدود جدود جدودهم بيشتغلوا في المخلفات بس بيعملوا ايه؟ الرجالة على فكرة القرية كلها بتكمل كده الرجالة بتعمل القفص الافصام او بيشتغلوا في الصيد والستات بتعمل اللي هما بيسموها قفة او غلق اللي هي بيتحط فيها الخضار او ده من مخلفات اللي هما بيشتغلوا عليها طول عمرهم بيعملوا كده عشان يبعوا من مخلفات النخل النخيل اللي هو الخوص بتاع النخل الورق الاخضر هما طول عمرهم بيعملوا اه اه لا انت كملي انا بقى انا شايفة صور بس اعتقد ده تطوير اللي هما كانوا بيعملوا هما كانوا بيعملوا الغلق ده القفة القفة دي وبتتباع ويجي تاجر من مكان بعيد جدا عنهم يلم من كل القرية القفة في دي ويديها 7 جنيه فطبعا ده يعني زل زل مخص جدا ما كانوش يعرفوا اصلا ان ده بيطلع منه المنتجات دي خالص بننزل لهم بنديهم تدريبات بنطور التدريبات دي ده كان ضمن برنامج تابع لوزارة التضامن اسمه برنامج فرصة يعني الحاجات دي من كفر الشيخ كل ده كل ده هما اللي عاملينه حتى الشكل نفسه يعني كان اساس التدريب عندنا ان احنا مش عايزين نقلد شغل حد لأ عايزين هما يتميزوا بشغلهم شوفي ده ده الشغل ده على فكرة ده شغل راقي جدا وبيتباع في المعارض وبيتباع في الحتة الغالية وبيتباع في المولات الشيك طالع من قرية اسمها ايه؟ قرية الجزيرة الخضرة قرية الجزيرة الخضرة في كفر الشيخ اشتركوا في القناة